الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رودولف سعدة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية CMA CGM وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول تطورات المشروعات التي تقوم بها الشركة في مصر وقد أثنى رئيس السيسي على التعاون القائم بين مصر والشركة الفرنسية والدور الذي تقوم به في تطوير بعض الموانئ المصرية وتعزيز كفاءتها اللوجستية والاستيعابية بما يدعم توجه الدولة لتحويل تلك الموانئ إلى مراكز للتجارة والخدمات وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز دور مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خطوات تنفيذ مسار تنموي زراعي بشمال ووسط سيناء وذلك خلال اجتماع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأكد مدبولي أن هناك مخططا تنمويا تم التوافق عليه وتم بالفعل الموافقة على البدء في إنشاء عدد من التجمعات التنموية التي تخدم أهالي سيناء وعدد من المشروعات الزراعية وتطرق الاجتماع لتفاصيل الموقف التنفيذي لمشروع استصلاح 500 ألف فدان بوسط وشمال سيناء بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمشروع خط نقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي المخططة زراعتها بشمال ووسط سيناء استوشد 13 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة ليرتفع عدد الشهداء في المحافظة منذ 24 ساعة إلى 23 شهدا كما استهدف الاحتلال بالغارات والقصف محيط مستشفى ناصر الطبي ومحيط مستشفى الأمل مما أدى إلى أضرار جسيمة في المستشفى وحالة من الهلعي والرعب بين صفوف المرضى والقرحة وفي قصف إسرائيلي على بلدة جباليا شمال القطاع استوشد أربعة فلسطينيين ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي في معارك غزة ما يرفع عدد قتلاه إلى 525 منذ بداية العدوان في أكتوبر الماضي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو إن الحرب على قطاع غزة قد تستمر حتى عام 2025 وعرض نتنياهو خلال اجتماع أعضاء مجلس الوزراء الحربي مع رؤساء المجالس المحلية توفير المساعدة المالية للإسرائيليين المستعدين للعودة إلى المناطق التي تم إجلاؤها بغلاف غزة هذا وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن رؤساء المجالس المحلية أكدوا لنتنياهو رفض معظم سكان غلاف غزة العودة في هذه المرحلة بسبب استمرار إطلاق الصواريخ ومخاوف أمنية أخرى يأتي هذا في الوقت الذي رفض فيه مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار من شأنه أن يجبر وزارة الخارجية على إعداد تقرير في غدون 30 يوما للتحقق مما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في حربها على قطاع غزة أعلنت الخارجية القطرية أن وساطة مع الجانب الفرنسي نجحت في التوصل إلى اتفاق لإدخال الأدوية والمساعدات إلى قطاع غزة وأوضحت الخارجية القطرية أن الاتفاق يشمل أيضا تسليم المساعدات للمدنيين في غزة مقابل تسليم الأدوية للمحتجزين الإسرائيليين في القطاع مشيرة إلى أن المساعدات ستصل اليوم إلى مطار العريش الدولي تمهيدا لإدخالها لقطاع غزة أعلن الرئيس الفرنسي منوال مقا أن باريس قرر تعادم الانضمام للضربات ضد الحوثيين باليمن لتجنب التصعيد وأكد مقا أن توجه بلاده إزاء الوضع في البحر الأحمر دفاعي وأن باريس ملتزمة بهذا الإطار في الوقت نفسه أكد مقا ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة وأن فرنسا تعمل على حماية مواردها قال ديبلوماسيين أوروبيين إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قدموا دعما مبدئيا لفكرة تشكيل مهمة بحرية لحماية السفن من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وأضاف الديبلوماسيين أن الهدف هو تشكيل مهم في موعد أقصى التاسع عشر من فبراير على أن تبدأ العمل سريعا مشيرين إلى أن العديد من القادة في أوروبا يأملون في تسريع العملية في ضوء التوتري في المنطقة وصلت المعارك الدائرة في السودان منذ أشهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى جزيرة مروي المدرجة على قائمة التراث العالمي وأوضحت مصادر أمنية سودانية أن قوات الدعم السريع هاولت التسلل عبر منطقة النقعة والمصورات إلا أن القوات الجوية تصدت لها مؤكدة عودة الهدوء إلى المنطقة ورياضيا تنطلق اليوم بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد التي تستضيفها مصر خلال الفترة من السابع عشر حتى السابع والعشرين من يناير الجاري باستاذ القاهرة والمؤهلة لأولمبياد باريس الفين واربع وعشرين ويستعد المنتخب الوطني لكرة اليد لخوض أولى المواجهات أمام غينيا في الثامنة مساء اليوم حيث تنقل مباريات البطولة قنوات أون تايم سبورت والتي حصلت على حقوق البث انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل